السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا فيكم في سلسلة ستي سكايلين اخر مرة سوينا مصنع الحديد وحطينا عند عماير وسكان وغيره وهذا ما شاء الله ستوزح من المكان لكن خليت اللعبة شوي شغالة عساس اوصل لفل ثري او فور فيه هو تفصلت لفل ثري بسرعة وطبعا لفل تو شو سويت حطيت بس من جميع هني وحطيت مصنع زجاج ممكن يصدر للمدينة الحين ابا ارفع الانتاجية هني ابا انتاجية فوق العالية شوي ابا اسوي شي يعني ان يكون انتاجيته ضخمة جدا 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 فشو بنسوي هذا بحطي مني حاليا واحد و بنحط طبعا لحظة انا اذا اسوي هذا صرمينه مش احسن صبر هذا مكان يستحق يكون مينة لان ليش فكروا فيها مكان ماء اي عميق في بحر قريب ردمه راح ياخذ عشرات الملايين من الدولارات فمن منطقي حط نرقه هني ويشلونا بعد كم سنة من يخلص الانتاجية صح بس فطبعا يون بي ما بيخليه بالطريقة هذه لا طبعا لا شو بيسوي بيسوي حواجز حجرية بيبني عليها رقاته باختصار يعني صح ولا لأ؟ فبيحاوض هذا المكان كامل ايكوربرت تقريبا المفروض يسوي شي نفس هذا طبعا هني ما احتاج الحوض المثالي ولا حتى قريب المثالي هذا اكثر من كفاية ليش؟ لنحن نحاوض حاكوربرت نزيل شوفوا يركب الحوض هني يمكن ما يركب حد غيره اصلا واحد بس بوت واحد حق البقعة كاملة ياي بينا الشحن ننزيل الثاني بالنسبة للبعض غير منطقي لكن في بعض الصحاري هني في العالم يدفنونها كامل ولا يغرقونها ماي عساس انتاج البلوبيري فقط يعني انتم متخيلين ففي اشياء عجيبة تستوي في عالم الشركات يعني مش بالضروري يكون كل شيء منطقي لكن اهم شيء شو يكون مربح بالطريقة هذي سكرنا انا بس يبقى حطي عبطن نزيل الحين نقدر نحطي واحد زيادة اهني 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 انا بغرق المكان هاي الاساسة يعني ما يفرق باي نزيل ونحطي طبعا الشوارع اللي تحت غيرتهم شارع 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 لحظة خل الماء يروح ولا شارع 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 وصلنا انا ممكن نحطي واحد اهني بس ما احسب احطي يمكن نستنكم ما يستوي هذا اصرا طريقة التصميمة غريبة وهذا شارع لانه غرقان فمش وصل له اساسا ومشكلة هذا مصر الماء الحين يختفي ما عليه الحين هاي اللي بيبدؤون انتاج مش ضخم بيبخون البقاء بخ معادن حيك انها احوار انتاج مزين الاحظة يبقى لهم ماي هذا الماء سر الحياة من زين انت ليش هني متنح اياك يا انا يا الله تسرب الماء بسيطة اذا احطك شوية الصب خلص على الشارع فكنا المشكلة ما نحرك واحد الشارع كامل يغرق لاني يحطي اشيابي واعلى 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 ممكن نحطي بسمه يحتاج هذا بيضمن لي الحين ببخ يعني معنى كلمة بخ مواد مزين الفكرة الحين المنطقة هاي بكبرها اصرا مفروض تعدين اوكي نبهذا هني هني هذا هني نحطينا تول المايل بالطريقة هاي وممكن نمد شارع من المدينة هذي لين المطقة اللي وراهم هاي ترى قريب بالخريطة ايش نحن شبه عبينها ترى المعلومة يعني ممكن نمد بمترو قريب بعد عادي مشكلة اذا مدها بشارع ما عرف راح تنجح الخطة ولا راح ان شاء الله تنجح طريقة هاي وهذا نقدر نحاول الى دوار بالطريقة هاي والله الدوار ممكن نستوي بعد ثري لين هايوي هايوي لحظة هذا نخلي بالطريقة هاي وصار عندنا هالمنطقة موصولة بمنوع لان ليش هني تشوفون هاي المنطقة هني شوي خايسة فخلنا نشوي نعدلها نزل هاي المنطقة الحين موصولة بها المنطقة سياحيا وصوب منطقة تعديل عندها قطارها الخاصة وانتن ما تعرفوا قطار مانا يروح من هنا ومشاء الله يعني التصدير شغال ترى شوفوه شغال بشكل مرعب هالحين هذا ولهذا المكان يحتوي على مصانع هالحين كم من العملي اللي انا اصدر من هنا لمنطقة المصانع اللي تحت ما اعرف هل هو وايد عملي هل هو اساسا مش عملي هل انا يبت العيد هذا بعرف بعدين هذا بعرف انا شو بعدين هالحين ما بعرف طريقة هذين وصله وننزلها هاذا هني نزل الحين الاشياء اللي عندنا هني كمنطقة صناعية والشي الكبير اللي هو عندنا أنا حطيت واحد تراع فكرة تحت بس نحطي واحد ثاني هني هذا مصانع زجاج هني وفي مصانع زجاج وين حطيته هني مكان ما بحسن شي بس اوكي ننزل وعندنا هذا هذا شو يسوي لنا اللي هو ينتج المثل المعادن هذا شوي يعود شو ان شاء الله يبت القياس يا سلامي والله يا اخي انا وحش يا اخي والله يا اخي فنان لا يا اخي والله مش واحد فنان نحلم سح هذا خلي نحطي هاي للثنين احني كانت بلد ان ووتر ليش ترى عندي تسريبات الماء هاي ترى مخرب الدنيا يبالي اشوف لها حل بعدين مهم حاليا شي مصانعين وتسريبات الماء دائمة اوكي فشي مصانعين هني هالمصانعين براح يشتغلون الحين في انتاج المعادن المعادن ترى مصانع مش صغيرة هذا كل واحد فيه مستحق مربع بروحها نزيل الحين في المكان هذا بس على اساس نسوي شي اه يعني على الاقل شكليا جيد خلنا نغير الارضية الى ارضية صناعية نوعا ما الطريقة هاي زين ونشل من هنا شوي ونعبي من هنا شوي ونعبي من هنا شوي بما ان الماء وايد راح يلعوزنا الشي الثاني اللي راح اسويه راح احطي سيارات شفط ماء في المكان ها نتكلم ان هنا نحن نشتغل جريب الماء ومن المنطقة ان يكون عنا حلول الماء ولا سيارات الماء هاي يدتي تشل اي ماء زيادة باسرع ما يمكن بدل ما تريه بروحين شف ولا غيره ولا غيره نزيل الحين هاي لها باركنات منه فيها لكن هذا المصنع بحاول اشوف قياس المصانع اللي ممكن اتيحوا له نزيل القلاس ممكن والله يا اخي شو قلت الكم انا شو عجيب يا اخي اربع مصانع زجاج عند المصنع العود نزيل عند هاي انا ممكن احطي مخازن بس ما با مخازن لان عندي مخازن ضخمة وراها اه فممكن اسويهم مور باركنكز يمكن اتصور لان عندي مساحة زايدة شوي نوصل هاي الشارعين ويمكن حطي شي ثاني بعد مش باركنك سويت ممكن احطي اذا يستوي التخزين بس ما اظني هاي المخازن كبيرة ترا وعندنا مصانع المعدن الصغيرة بنعتبر اه هاي خلاطين من خلاطات المصنع العود ولا المصنع الامر هاي المكان يصلح احطي في شير شوفوه بالطريقة هاي وبعدين بحطي شوية احمر اذا استوى اوكي ايوه بالطريقة هاي استوى شوية منطقة شجرية عند تصنيع المعدن يعني الناس على الاقل تهتم وهذا تصنيع زجاج وكل الضغط بيروح على منو على الفعليا الجسمة الترين ستيشن والكارغو ستيشن راح يطلع كل المعدن الى المدينة والمصانع هناك لكن هذا الشي ما يكفي هالمكان انا اشوف لازم نروح الى المطار وندورنا شو اللي هو الكارغو الكارغو ايرابلين وين صار كارغو ايرابلين كارغو ايربورت هني الكارغو ايربورت صغيرون ترى ممكن يركب اي مكان حتى شوفون هني في الوسط عند المصانع ممكن يركب هني في الوسط ترى مش كبير فشو باسوي بنيب الشارع من هني طريقة هاي بني شارع من هني بيشارع من هني لحظة وبني بشارع من هني بالطريقة هاي وبنحطي الكارغو ايرابلين بالطريقة هاي في منطقة بروح اشوفوا هذا حق الكارغو الحين هالكارغو ايرابلين بيبدأ ينزل الطيارات في اماكن معينة عند الكارغو ايرابلين راح نحطي خدمة الخدمات الصناعية اللي نحتاجها منها مراكز اعادة تدوير عند مركز اعادة تدوير كبير كان في المدات واتمنى لو كان من الممكن نحط هنا مشكلة هاد مكان صغير بس ما احتاج هالكثر ممكن اه ابقى اسويشه كشكل عنده يعني عرفتو واحد اثنين ثلاثة واحد اثنين ثلاثة والطريقة هاي عنده مش سيء راح يكون كف عادة تدوير بس هاي المفروض يكفون هالمنطقة بزيادة ترى يعني احيان يمكن ينقص شوي بس المطار هذا مفروض اشتغل شغل غير هذا الشي نحن محتاجين كارغو ايربورت وها عندي اشياء ثانية كارغو هذا شو يكن في الترين صح هذا اللي احد كان في ترين ولا غلطان هاي صبر خلنا نمسح هذير كلهم ايوه لا 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 موضوع جامد صبر 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 كل اللي ياري انا ناسي انه عندي واحد فيه شو اسمه اه الترين تماما ناسي تماما تماما في حد بيسألنا هايش هذا على اساس القطار يحول ويكون فيه انتظار على القطار هذا عادي يعني منزين الحين هذا الايربلين والقطار اللي طلع من الايربلين خطير هذا منزين منزين الخدمات الخدمات نقدر ننزلهم تحت ثانية بس اللي محتاج خدمات قمامه واشياء منزين ونقدر ننزلهم من اهني طريقة هاي شوية واقدر ادخل الموضوع هني اللي هو واحد بيكون عند باب المطار اهني واحد بيكون عند المنطقة هذي يغطيها وهاي اكثر من كفاية يغطو المنطقة كاملة نزيل وها بينتش طاقة بعد عرفتوا بس ناكسرنا ماي دحفة الماي 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 بالطريقة هذي هنوصل يعني الحين المنطقة الصناعة ايما مش كبرت يعني نقدر نقول ضاعفت نسبيا لان الحين الحين اقدر اصير اخناك احطي لي كم مصنع ضخم كم شي على راحتي ولا ادري بالدنيا هنزين الحين عندنا شي ثاني ميديم اور ماين ميديم اور ماين لازم نسوي لأماكن نفسه هني نفسه شوية ايوه حتى على منحدر هذي المطلوب باساس انك تكون على منحدر ايوه الحين الحين استوى الشكل احلى شوفونا شوفونا ولا ما شوفونا وانني بالتراب ونغطي كامل ايوه بالطريقة هاي هذا الحين هذا الحين يعني شوفونا مبعيد ايوه في رافعات في اكبر من البعض من البعض اللارج بنبدأ نحطي واحد هني واحد يمكن فوق وشوي تحت على اساس يبين مكان ضخم وغير اللي قاعد ينتجون من تحت المايتر على فكرة اه هاي اللي بيشتغلون شغل هني خلهم شغالين احسن ننزل الحين سال عنا كارغو ايرابلين كارغو تو ترين يعني هاي ممكن يكون طيارة كوية اشياء في المقابل لازم احطي طيارة وين في المناطق الصناعية هني احطي طيران داخلي كارغو ليش؟ بيكون عندي ثلاثي المطار خاصة اليوم هذا بينشال فبالتالي شو باسوي؟ بيب هني خط كبير دين هني وراح نعطي كارغو ايرابلين في الوسط سفري لا تقول لي تو ستيب و تو حليب و وان مادر شو يا اخي يعني لعبي مرات احس انها تبت العاوز اني بس انزل خلنا نساوي بطريقة هاي منزل منزل من الطريقة هاي ايوة مو مشكلة المطار فوقه منحط المطار هني نقول مثلا فان نيب شارع التجاهين بالطريقة هاي ينزل هني ينزل هني وننزل المطار وين بالضبط هني نزين ان حيخذ سكة القطار وينها هذا هي صح ننزل سكة قطار ثانية عليها الوهي ندخل على القطار في ناس الحين بتقول شو ها التخبير والله سويت وعد اشياء حلوة ترى يا جماعة يعني فاذا تبون اشياء حلوة شوفوا السلسلات ثانية يعني حين اشياء هاي اختراعات قاع سوي هنا صراحة اختراعات العجيبة قاع حطيها في هال السلسلة هاي لا تزعلوا مني اختراعات دخل نحطي هذا اهني هذا اهني وهذا بمتد شوي يا بس يا اخي لازم يعني خلع هالله يسامحك الطريقة هاي والله يمكن امررها من فوقها والطريقة والطريقة هاي اح مش وقتك والنيب القطار هني ويشتوي القطار ينضم شوي مكان مختلف هنا قطار ركاب مش وايد فارق وياي ان وايد يتدخلون فتخلى من هني حطي هني قطار شوفوا وهذا المكان نستوي اختار الحين هني كارغو راح يستفيد ومن ابدأ احطي هني مثلا الجامعة والاشياء هني واحطي لي مصنع مصنعين هني وبيوت او مصانع ورا يمكن نمتد خلاص نزيل ابل مصانع مكان وحده والكارغو والايربورت والمطار يكون مربوط كارغو يمكن اسف مطارة داخلية صغيرة ونشل المطار العود من هني اساسا نزيل الحين هذا شغال ها شوفوا شو يشل هذا والله صفر مبشاشة يتبن لك نزيل الحين هذا قاعد يلفل ترى لبل ورا لبل ورا لبل ورا لبل ورا لبل شغال لانا الالتاج عندنا اوبر نزيل والتصدير مفروض انه جيد مفروض انا عادي اي بالعيد فيه ترى لا يستدخل فايدة شوفونا قاعد يدخل فايدة المزارة كلهم يستدخلون فايدة تقريبا بشكل جيد بعد الحين اللي قاعد يدخل فايدة العظمة المصانع فاعبا هاذا يعني يوصلون حق هني بال بطايرة الشحن لا تنسوا فالنهاية أنا بيحطي مصنع الحينة بعدها وراح يكون المصنع شياثان نزيل اللي نبقى اول شي ultimate recycling يارد حلو يابا منها شي يسمى بيرد بي نزيل الحين ها السؤال في اشياء تحسونها اه ما عرف كيف اقولكم بيرد بي قال زين بيرد بي اشي يباله اه لا نسوي او او انتوا تعالوا نحط لكم بوليسيز بنسوي كم سلف سوفيشنت ولا آآ لازم نحط ما نطقة يديدة لازم نحطيها ضمن الزونز نسوي زونز هاني وكان الوكال بروديوس لا مو كميرشل لا وال اوفيس اي تي كلاستر لا كان في اخر واحد بنضرب المكان بيصدمة ترى الحينة بيهدمون البيوت وبيحطون بيوت يديدة مع ان احنا خلينا ستايلها شوي مختلف هاي كثيرين بس مفروض حتى كثيرين اللي يكون لها سوف شانت بنروحها الحين بنشوف تناقص عدد من الناس عندنا لكن بيرد يزيد ليش نحن الحين بنسوي ريسايكلينج الاكبر موجود مزين هذا هذا واحد من الاهداف مانا ليش نصار عنا صناعات وايد واستهلاك عالي هنا بنفتك من الموجود كله فالناس بترجع تبني لكن يبقى لها وقت ويبقى لها ميزانية خلينا نقول ايه ها بتضرب الاقتصاد شوي هذين يردوني بنونه نزيل هني احطي اه دكاكين بس دكاكين هيا هاي الدكاكين في الوسط بتكون ترانزيشن ولا بيكون شكل الكرنيش فعليا دكاكين هاي بس بيطول وايدة يعني لا توقعون بيطلع على طول عادي يستوي اشياء ما اشياء نزيل الحين نحن في هذا المكان نحتاج مكان خدمي بس ما بنشتغل فيه الحين بنخلي المكان على حالة شوي لين يبدأ يطلع ويبدأ نسمون بيوتي ديدة المكان بس بالمقابل ورا هني راح يكون كله عماير منزيل بكل بساطة يعني في الوسط محلات منزيل وفي النهاية بيكون عندي المحلات الشركات في الوسط بيوت غير هذا خلاص منطقة عماير ضخمة بالطريقة هاي راح تنبنى الحين وراح تسد حاجتي ولا حاجة المدينة من وايد اشياء انتوا بتحسون الحين ان نزل عشر ترى فاستراء عادي جدا ترى ها بيرد الحاجة ترتفع من نبني اشياء معينا وخلاص نزيل قابل للعماير تبني نبقى نحطي في الوسط اشياء مثل حدايق مثلا حديقة هني ما بيستوي حديقة هني ابا مكان نركب بالضبط ما هني حديقة هاي فواصل في نصر المدينة عسى سبين في فضاوة شوي ما بقى كله رسة 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 ما راح يستوي اوكي يمكن نحطي اظن يكفي اصرا بس اذا احطي واحد هني بعد يكفي لي في المنطقة يمكن بالطريقة هاي هاي راح تسد الخدمات اللي هني عندهم ماي عندهم ماي هاي راح تسد الخدمات اللي هنشوفه في اللي قاعدين بينون بس الفرق بينهم في فوق الطاقة شمسية ها السوالف يعني هاي شيئة بسيطة يعني اوكي شدون تشوني اقين شكرا ننزل الحين هاي اللي بيردون يبنون بس مش البيوت الحين بيتولى ردة تبني رد يبني بنوا عمارة صغيرة بس يعني على اساس انها ما تستهلك وائد يعني هي الفكرة بس الفكرة كلها الاساسية في الهاوسوس اللي موجودات ننزل عالحين هذا بالنسبة لهاي المنطقة بيتر التبني عقب براويكم البيوت في بيت مبينة هني شوفو بيت سلف سوفشنت وفي بيت قاعد يمبينة هني شوفو سلف سوفشنت بيردون يبنون الحين انحنا يوم نوصل جريب الثمانين والتسعين الف ترى شوي يستوي طباطة في جذب السكان فلازم نبدأ نحطي اشياء اكثر المدن اللي ديدة ما تقدر تكون بنفس نظام المدن القديمة عرفتوا عسبتي الحين بس على اساس نحن استوي عنا تصدير عالي استوي عنا في مطارات واشياء ولفلات عالية فالحين لازم نبدأ نسوي تخصص ويديد يجذب الناس التخصص اللي يجذب الناس السياحة اللي كنا مخلي لها مكان من البداية الحين عنا اساس السياحة وعنا اساس الصناعة فنشوفكم ان شاء الله فيديوهات قادمة مع التختيطات اكثر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة